حيث قام مجمع النهار بعملية الفرز والإعلان عن اسم الفائز بمسابقة رمضان 2015 بسيارة ربعية الدفع كوراندو آخر طراز للعلامة الكورية سونج يونج والممثلة في الجزائر من طرف مجمع إيمين أوتو التغطية كانت لسلاف دعماش مجاهدين الكرام أهلاً وزهلاً بكم في هذا اليوم اللي سيتم فيه الإعلان عن اسم الفائز في مسابقة رمضان 2015 سيتم عملية السحب بحضور المحضر قضائي آمين بودرواز وممثل شركة إيمين أوتو اليوم سيتم إعلان عن اسم الفائز عن طريق عملية السحب اللي سيتم الإعلان فيها عن المحدود لهذه السنة بفوزه للسيارة إذن عدد القسائم صحيحة تستوفي الشروط الفائز اسمه دونان عبدالقادر العنوان شارع ابو معزالي تغنيف ولاية معسكر سوف نلجأ إلى الاتصال به مباشرة نؤكد اسم الفائز دونان عبدالقادر من ولاية معسكر هني أنا للفائز السلام عليكم السلام عليكم أخويا معي ودعونا عبدالقادر ساعة ساعة أخويا شاركت في المسابقة رمضان لدارتها قناة القناة النهار ساعة أخويا خليني نبشرك ركفست مع قناة النهار وممولة شركة قناة النهار اللي هو شركة إيمين أوتورة كفست مع قناة النهار بسيارة ربعية دفع كورون دو صانج يونج ها سبر راسي دي ها مقلق بشتديها إن شاء الله يسجولك إن شاء الله يقولك تشتديها سيارة القادر يعيطولي هم يعيطولك مبروكة لك سيارة القادر شكرا ساح إذن هنيئا لدنان عبدالقادر المحدود لهذه السنة بفوزه لمسابقة رمضان لسنة 2015 نتحدث عن السيارة مع ممثلة شركة هي سيارة ربعية الدفع كورون دو آخر طيراز العالمة صانج يونج سيارة دي هنال عبدالقادر لشارك وربح معنا في هذه القراءة وإن شاء الله تكون متكرفة اليامات اللي أنا مجعين في المناسبات واحد موافقة للجامعة شكرا نعم إذن واحد موافقة للمترشيحين في السنة القادمة إن شاء الله نجدد الموعد ككل سنة بإذن الله الموعدات